اشتركوا في القناة اذا هيا الى الشمال الى اوروبا الى باريس برج ايفل والفطار تمهل يا فتى هذا ما يتوقعون منا فعله لكننا سنتاجه جنوبا جنوبا لا يوجد هناك سوى الغابة تماما تماما لن يبحثوا عنا هناك ولما لن يبحثوا لاننا بالطبع لن نصمد يوما واحدا في الغابة انت عفقري يا هوف لهذا لن يتوقعوا تحركاتنا بفضل ذكائنا هل نحن أثناء؟ اجمع فرقة من الجنود هل سنلاحقهما؟ انهما مجرمان يجب ان اقدمهما للعدالة علي ان اطارضهما في اي مكان في العالم ثم وجه القرصان الشرير بلاد بيرد سيفه نحو الملازم مينارد واجبره على الوقوف فوق حافة السفينة تقدم الملازم بشجاعة نحو مصيره ولم ينظر إلى المياه المليئة بأسماك القرش المخيفة اطلق القرصان ضحكته الشرير توقفي توقفي هذا مخيف لم اعد اتحمل توقفي ما هذا؟ انت الذي اخترت هذا الكتاب اعرف لكن الغلاف يبدو جميلا وبديعا كان يجب ان يضع تحذيرا عليه حسنا لهذا يجب ان لا نحكم على الكتاب من الغلاف وكيف نحكم عليه اذا؟ اه بالطبع من محتوى وينطبق هذا على البشر ايضا لا يجب ان تحكم عليهم بالمظاهر فقط علينا ان نعرفهم اولا هذا صحيح هل وصلنا القراءة؟ هزم الملازم القرصان ثم عاش الجميع في سعادة وهداء معا في المرة المقبلة ساقتاره انا اذا فقد ذهب القرصان الى السجن اليس كذلك؟ لم يراوا حالتها؟ لم يفرجوا عنه؟ صحيح؟ اعتقد اننا في امان هنا بما اننا بعيدون عن المجرمين هذا يكفي لن اتمكن من الاستمرار اذهب انت من دوني كما تشاء اذهب من دوني نعم اذهب من دوني لا استطيع فالقيود تربطنا سويا نعم نعم لا بأس ساذهب انا من دونك اموت 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 حركات بهلوانية رائعة نعم أنت بارع في الأرجحة يا فتاة سيدي أنا هوفت وهذا هيوغو كيف حالك؟ مرحبا؟ لا يفهمني مرحبا؟ يا رجل الغابة هل تفهم ما أقول؟ أنا ترى زعم إنه يتكلم يبدو أن معنا رجلا رياضيا يسعدني أنك لا حق ليس أنت أيها البدين لستم بريطانيين صحيح؟ لا يا فتاة الغابة لا نحن أمريكيان أمريكيان حتى النخاعة طعام شهي تتذوق؟ لا شكرا أنت متأكد أنهم ليس قرصانين؟ اسألهما عن بلاك بيرد ليس قرصانين إنهما أمريكيان حسنا إذا وقفت فوق حافة السفينة لا تأتي إلي باكيا إذن أنتم من الجيش الفرنسي أليس كذلك؟ بلى كنا ثم استطعنا أن نهرب منهم هربنا من الحياة الشاقة في الواقع نحن لسنا بجنديين فعلا؟ فعلا؟ لا لا نحن عميلان سريان نتظاهر بأننا جنديان وذلك بارتدائنا ملابس الجنود المتسخة الرثة نعم من الفرقة الرثة نحن في مهمة رسمية مهمة نعم حقا؟ ما هي المهمة؟ مهمة سرية بالطبع نعم لا تنسى أننا عميلان سريان أليس كذلك؟ نعم بالطبع أريد أن أعرف ما الهدف من هذا بالضبط هذا؟ حسنا هناك هدف بالطبع سترينه في الحقيقة هذا إنه سوار الشفرات نعم صحيح يا هيوك صحيح معذرة لقد أثقلنا عليكم كثيرا والآن قد حان وقت الرحيل نعم حان وقت الرحيل شكرا على مساعدتك يا طرزان اعتني بنفسيكما بالتوفيق هاي انتظر انتظر لحظة يا طرزان انتظر لحظة طرزان هل أنت محل ثقة؟ من بالطبع؟ إذن اسمع فالمعلومات التي سأطلعك عليها سرية سرية للغاية أعني نحن أيضا لا نعرفها وما هيها؟ أنصت يا طرزان إن مهمتنا في خطر كبير ها هو السبب بصفتنا عميلان سريان نحتاج إلى ما نسميه في مجالنا مركز عمليات تماما مكان ننام فيه نصف اليوم تقريبا ومكان نأكل فيه ستتواجبات في اليوم ومكان لغسيل ملابسنا ونفضل أن يكون الصابون ناعمة نحن نحتاج إلى مركز عمليات لمهمتنا السرية الكبيرة لكن أين يمكننا أن نجد هذا المكان؟ أين يا ترى؟ حسنا لماذا لا تبقياني هنا؟ ماذا؟ ماذا قلت الآن؟ تبقي هنا معنا هذا مركز العمليات فكرة رائعة يا ترى زان فكرة أبقرية بالفعل حقا أنت أبقري مثل أينشتاين إنك تصلح أن تكون عميلا سريا ناجحا مثلنا تماما حقا؟ أحسنت لن أكلها ليست نظيفة هل تعرفين؟ سيبقيان هنا؟ معنا؟ إلى أن ينجز مهمتهم السرية لا يجب أن تصدق كل ما يقولونه أقصد أننا لا نعرف هذين الرجلين كيف نعرف أنهما أهل للثقة؟ إنهما لا يحملان أي تأسلحة انظري كم هما متشكان أعرف أن مظهرهما مسالم هل تذكر ما قلناه عن الحكم على الكتاب من الغلاف؟ أشعر أنهما خطران لا أثر لهم هنا لا أثر لهم واصل البحث يجب أن نقدمهما للعدالة من هنا تذكروا لا بد أنهما مرهقان وجائعان لن يتحمل هذان الأحمقان مشقة الغابة انظروا إلي المزاج مثل العاج هاتي الطعام إنني سعيد أصبح لنا بيت ولنا كدام صار المزاج مثل العاج من يصدق بين الشجر نعيش كالطيور من دون ريش مع الحيوانات نلعب والخفافيش والمزاج صار كالعاج تسعد عندما تعيش في ارتياح فنحن حقا سعداء نلعب نجري نحو النهري نصح في وقت الأصيل أخبرنا إذا جف الغزيل جربوا خذوا القرار والمزاج صار كالعاج حقا فشلت في الاختيار صار المزاج كالعاج سيصف المزاج من الكروب بعصير الليمون يملأ الكوب إذا كان هذان الأحمقان عميلين فلابد أنني أميرة أعتذر لي أنني أخفتك كوني حذرة سيدة مثلك وحدها في الغابة شيء خطر سأكون بخير وحدي شكرا جزيلا يا أنا الكونانال جونستاكي في خدمتك كنت أحذرك يا سيدتي لأن هناك مجرمين في المنطقة مجرمين؟ نعم إنهما هاربان من الجيش دعني أخم من أحدهما نحيف وضعيف الذكاء والآخر بدين وأحمق هما بالفعل تعرفين مكانهما؟ حسنا لا أريد أن يصاب أحد هنا تقدم ببطء ودعني أرى يديك يا طرزان آه حظا سيء سأقول لك رأيي هل أنصحك بشيء؟ ضع كل ما معك كل شيء جازف يا فتى نعم هكذا يمكنك الفوز بالتأكيد تعتمد هذه اللعبة على التركيز صباح الخير يا سادة نعم أهلا يا كونانال ستاكي من فضلك يا كونانال نحن مشغولون بلاك بيرد بلاك بيرد إنه بلاك بيرد فلتفروا بسرعة اقبضوا عليهما اصعدا هلنبدأ بالتجديف فنات صوبوا احسنت يا رجل ترزان انتظر أنت لا تفاضل أب يسارا يمينا يسارا هيا يعني يسارا هو محق أسرع أسرع تاعد عن وجهه أولا يجب أن نسرع خوف تعال إلى هنا المنظر أكثر حقا لقد هربنا بسهولة ترزان أرسوك انتظر أعطني هذه بسرعة من هنا أهربا هل سمعت ما قالا هيا بنا انطلاق فلننتظر أهلا بكم ترزان توقف يوغو وحوفت مجرمان مجرمان لا انهما في الحقيقة عميلان سريان لا انهما كاذبان هل هذا صحيح حسنا الحقيقة الحقيقة تكون أحيانا الفكرة غامضة بعض الشيء هل هذا صحيح نعم صحيح نعم نحن لسنا عميلين سريين ترزان انتظر دعنا نوضح الأمر الجنديان هيوغو وحوفت سوف أقبض عليكما ثانية للأسف سيتم إعدامكم مرة واحدة تقول إعدام؟ ما الذي فعلاه لإعدامة؟ أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها جندي لقد رفض تنفيذ الأوامر كاني أنهما تمرادة هل هذا يستحق الأدم؟ لقد خالف كلاهما أمري وما هو الأمر الذي تتكلم عنه؟ لقد أمرنا بحرق قرية كاملة لكننا رفضنا رفضنا عندما يصدر الضابط أمرا فعلى الجندي تنفيذه أنا لم أمر بحرق قرية فيها نساء وعطفان والآن إذا أذنت لنا سنذهب فهذان المجرمان لديهما موعد مع الموت بعد أن وضعت كل ثقة فيهما لن أثق بأحد أهم شيء لا تثق في أحد لا يغطي الشعر نصف جسمه سامعت؟ نصف جسمه ترزان بحضت عنك في كل مكان يجب أن ننقل هيوغوهفت فورا آه معذرة هل تحاولين السخرية منه؟ وضعت ماني في حيرة أليس شريرين؟ لا اتضح في الحقيقة أنهما بطلان ألم تقول إنهما مجرمان؟ مجرمان فعلا لقد ارتكب جريمة بالفعل لكنها ليست كل الحقيقة في بعض الأحيان بعض رجال السلطة يصدرون الأوامر الظالمة فيصبحون هم المجرمين الحقيقيين تعنين الرجل الذي رأيناه هناك؟ كولونيل ساكي في البداية لم أدرك الأمر فعندما رأيت زياه الرسمية والشراط خدعت وتوقعت أن يكون على حق حكمت عليه من الغلاف إذن؟ نعم أنا مخطئة لم أطبق ما أقوله والآن سيقتل الساكي كلا من هيوجو وهوف لا لم يفعل في البداية فكرت في أن أدفعكما من فوق هذا الجبل لكن اخترت أسلوبا سيفكره التاريخ لي هذا كرم منك لكن أرجوك ابتعد عن شعري أعتقد يا هيوجو أنه لن يمس شعرك ولكنه سيقطع رأسينا أنتم لا تفهمون لن أبدو وسيما هكذا هيا تقدم هل لكما أي طلب أخير؟ آمل أن أعيش بقية عمري نعم نعم هلأ أحضرت لي فطيرة؟ فكرة جيدة محل الفطائر على بعد قارة لن تضل الطريق كفا أحضروا هما ستصيبوني بكدمات استعد لتذوق الموت أحضرت لتذوق الموت أحضرت لتذوق الموت أحضرت لتذوق الموت أحضرت لتذوق الموت سيئة دمرت عن مكانة وحدك والآن أين هيوب وحفت؟ لا مجال للهرب سأتخلص منكما بنفسي ألم تقل إننا سنحصل على طلب أخير؟ مرحبا يا صديقي البدائي سنحسم الأمر رجلا لرجل أخيرا التقيت بني الدين سألقي بسلاحي لا تصل قرضا ينهي مهمة لا تقلق ستلحق بهم الآن ارموا أسلحتكم الآن انتهت مهمتنا في هذا المكان اذهبوا ارحلوا من هنا سنرحل قلت اني سأطاردهما في اي مكان في العالم والمهم انني فعلت ترازون حمدا لله انك بخير ماذا حدث لهوفت وهيوب لقد رحل في لحظة يؤديان لخدعة الفول السوداني وفي التالية يرحلان ما معنى هذا لقد دخل شيء في عيني هل تسمعوننا؟ نحتاج الى بعض المساعدة فرزان لا تتركنا معلقين في الهواء هيوغو هوفت ماذا حدث ايها الضخم اين الكولونيل استكيه؟ لقد رحل ظن انكما قد مدتم نعم حسنا كانت هذه هي خطتنا نعم نعم نحن بارعاني في وضع الخطط والان ماذا ستفعلاني ايها البطلان؟ لقد قررنا ان نعود للعيش معكم بالمناسبة ماذا لديكم على العشاء؟ عندي فكرة افضل سبعة لم افس هذا حظ سيء لكن كنت اعتقد ان هذا هو الرقم الـ يا بروفيسير لقد حسبتها بقواعد الشتاء ونحن الان في الصيف ما رأيك الان؟ يمكنهما ان يبدأ غدا لك ان تتخيل عندما يصبح لهيوغو وهوفت عمل رائع عمل؟ نعم رائع؟ انا لست متأكدا ايها البروفيسير هل انصحك بما يجب ان تفعله؟ هل اعطيه كل شيء؟ هذا صحيح ايها العبقري فقط لكي تتخلص من سوء الحظ هيا بنا احتاج الى حظ سعيد مثل المختبراء ما رأيك؟ لكن الاضاءة ليست جيدة لست افهم لماذا ترسمين بببغاء؟ لانه كائن جميل انظري الى الالوان الزاهية اذا اردت طائرا اذهب الى الخارج هناك ملايين الطيور في الغابة ليس هذا الهدف يا توكا فاللوحة تعبر عن نظراتي للببغاء انه اسلوبي في التعبير عن هذا الجمال الرائع هل نعلقها هنا؟ حسنا اوه احترس يا طرزان يبدو ان الشجرة تتحطم لست انا السبب يا طرزان ايضان 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 الasing الكون اان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تفعل هنا؟ لا شيء انا اقطع الاشجار فقط من امرك ان تدمر غابتي؟ ماركم هو طلب منا قطع الاشجار ليس لي دخل في الامر لا اريد متاعك خذني الى ماركم نادي عليه سيد ماركوم هناك مشكلة يا والتر سمعت المحركات تتوقف نعم نحن واجهنا مشكلة بسيطة هل يمكنني أن أساعدك يا سيدي؟ خذ معداتك واخرج من غابتي فورا من غابتك؟ هل أنت مالكها؟ الغابة ليست ملكا لأحد حسنا أنت مغطئ في الأمر إنها ملك لبوب ماركوم هذه الأوراق تثبت حقي في استغلال ألاف الأفدنة في الغابة أنت تتعدى على أملاكي ولكنني سأكون جارا طيبا ولن أبلغ عنك السلطات هذا لا يعنيني الغابة موتن عائلتي وسوف أحميها أبي أبي أوه يا إلهي ابنتي أبي أصبحت كبيرة من هذا يا أبي؟ حسنا عزيزتي إنه ترزعن ملابسك مضحكة يا سيد ترزعن انظر ماذا وجب؟ ها إنها جميلة يا أبي ورائحتها زكية أيضا ادخل الخيمة يا عزيزتي على والدك إنهاء بعض الأعمال حسنا إلى اللقاء يا سيدي سلام أرأيت يا ترزان لست وحدك من ترغب في حماية أسرته قال القمر للبطة ليلة سعيدة ونامت البطة الصغيرة في سلام كانت هذه قصتي المفضلة وأنا طفلة أنت لطيفة شكرا يا أبي الكثير من الخشب في الحقيقة لست قلقا بشأن الحصول على الخشب يا سيد ماركم وإنما من أسلوبك في الحصول عليه الغابة نظام بيئي قديم ودقيق أي عبث فيه قد يؤدي إلى كارثة حسنا لقد وضعت كل ما أملك في هذا المشروع ولن أتراجع خوفا على النباتات في هذه الغابة أرأيت زهراتي؟ نعم إنها جميلة حقا لكنها بدأت تثبل أعرف طريقة تحفظين بها على جمالها حقا؟ هيا ضعي هذه الزهرة داخل هذا الكتاب والآن أغلقيه برفق هكذا؟ نعم وخلال أسبوع ستجدينها محفوظة طرزان ألا يمكننا الاتفاق على حل وسط؟ حل وسط؟ نعم دلني على منطقة أقطع فيها الأشجار حسنا كلما ابتعدت عن منطقة الغوريلا كان هذا أفضل حسنا هناك منطقة عند الجانب الجنوبي من النهر بعيدا عن هنا رائع رائع لقد وصلنا إلى اتفاق ماذا فعلت؟ ولكن لماذا لم تطلب منه أن يرحل؟ كان حلا وسطا الكل سعيد هكذا لا أفهم أمر الحل الوسط هذا أصبحت متساهلا أكثر من اللازم مؤخرا متى كانت آخر مرة استخدمت هذا؟ أين كان هذا؟ سيفيدني في التخلص من الأعشاب الضارة نعم رأيت؟ هذا دليل قاطع على إثبات كلامي أنا وماركام بيننا اتفاق يا توكا كان عليك أن تحصل على اتفاق مكتوب أسانا إلى الخلف يا رفاق ليس لي يد في الأمر لقد أعطانا المدير أمرا بالعمل في هذه المنطقة ننفذ أوامره فحسب ماركام أبي لماذا تغسلين أسنانك وتستعدين للنوم؟ لقد غسلتها بالفعل اغسليها مرة أخرى أريد التحدث مع طرزان حسنا يا أبي أعرف لما جئت إلى اللقاء كان بيننا اتفاق وخالفته إنها مستنقى سيغرقون في الوحل لكن الغوريلات اسمع جربت طريقتك لكنها لم تنجح سأفعل ما علي فعله من أجل أسرتي من أجل أبي وأنا سأفعل ما علي أن أفعله من أجل أسرتي هذا هو طرزان الذي أعرفه أرى جرافتين فقط لن نؤذي أحداً صحيح لا، سنمنع هذه الآلات من إحداث المزيد من الأضرار تعني نحن ضد هذه الأشياء المعدنية الضخمة المخيفة؟ لا أعرف طاق طاق، كيف تتوقع من طرزان أن يؤدي دوره كبطل همام وأحد مزاعده جمان؟ شه، هل سمعتم هذا؟ هذا يجري هنا إلا هم هناك، احترق هناك خطب ما هل تعتقد؟ حاول هذا المجدول دهسانا أعني ألا ترى أن هذا خطر؟ حليلاً لا، السائق يواجه مشكلة قلت لك حاول أن يدهسن، ألم تسمع ما أقول؟ هل أخبرني أحد ملاهي؟ أبي، ما هذا الصوت العالم؟ أمني، أخبرني؟ محطًا اشتركوا في القناة قد حاولت ولم أستطع آسف يا سيد ماركو حاولت أن أنهي عملي ولكن لا عليك يا واتر سنكمل العمل حتى تشفى تنفسه غير منتظم لديه طفح جلدي غريب إنها نزلة برد بسيطة على كل سأدرس عينة بسيطة إن هذا من سوء حظنا وولتر من أكثر رجالي صحة أنا لدي فكرة عن السبب فيما يحدث ها؟ وما هو؟ أنت أنا؟ نعم أنت أنت ومعداتك الضخمة تقومون بتدمير هذه الغابة يبدو أنك أطلقت نوعا من الفيروس أو البكتيريا الكامنة أهن أرى إلى ما ترمي تحاول أن تخيفني كي تبعدني لن ينجح هذا أخرج من معسكري سمعتني؟ أخرج من هنا ولا تعد لم نتمكن من التخلص من مشكلة قطع الأشجار أبدا لقد تخلصنا من جرافة تخلصنا من جرافة لكن إذا سألتني؟ أنا لن أسأل نعم وهذه مشكلة تتكرر كثيرا على كل أعتقد أن المشكلة كانت عملية التسلل الفشلة بلت ليك فكرة جيدة أسف أسف لا تشغل بالك يا طاطع إنه شيء مثير ما علينا فعله هو أن نضربهم بكل قوة واحدا واحدا بلا هوادع لن يكون هناك داع لهذا يا توكا سيتولى هذا الفيروس أمر ماركم ورجال ماذا تقصد؟ لقد حاولت أن أشرح للسيد ماركم أن العبث بنظام الغابة البيئي أمر خطر لأن تربة الغابة موطن لآلاف الكائنات الدقيقة كالجراثيم والبكتيريا مثلا أنا أعرف ما تعني إنها الحقيقة عندما دمر ماركم المنطقة وأشجارها أخرج مئات الكائنات الدقيقة من الأرض وواحد منها على الأقل مميت مميت بلا شك علينا أن نحذر ماركم ورجاله قد فعلت بالفعل لكنني لم أمصد أصابهم الفيروس بسرعة وقوة أبي ما رأيك يا بروفوسر؟ حالتهم سيئة للغاية سيموتون إذا لم نتوصل إلى علاج علينا أن نبحث عن علاج أبي انتظر يا ابنتي الأمر ليس بهذه السهولة أبي أنا لست بخير حبيبتي ستكونين بخير أعرف أنك لن تستفيد بمساعدتي سنساعدك أنت رجل طيب ما الحل؟ لن أهدأ قبل أن أتوصل إلى علاج لابد أنك تمزح هل ستذهب لمساعدة ماركم حقا؟ إن رجاله مرضى وماذا سيحدث إذا علجناهم؟ هل تعتقد أن ماركم سيقول شكرا يترزعا ويرحل عن هنا؟ لا أعتقد هذا سيواصل قطع الأشجار احتمال ونحن لا نستطيع إيقافه لكن علينا فعل الصواب سيموت ماركم ورجاله إذا لم نساعدهم أنا لا أريد أن أدو قاسية لكن هذه مشكلتهم هكذا لست قاسية؟ لقد أصبحت ضعيف القلب أتذكر عندما كان لقب ملك الغابة يليق بك توكا ما الذي حدث لنظام العدالة الذي كان سعيدا في الغابة؟ كان من يريد الغابة بسوء ينال عقابه توكا ماذا عن أبي؟ أبي؟ ابنة ماركمة صغيرة تعنيين الفتاة ذات العينين الواسعتين والابتسامة الجميلة؟ ماذا حدث لها؟ إنها مريضة أيضا لماذا تخبراني عن مرضها الآن؟ هيا بانا لنبدأ العمل ثم اقتتثت الأميرة أوراق الزهرة واحدة واحدة وألقت بها في النار وكانت تقول سيعود إلي لا لن يعود سيعود إلي رفقا يا أبي استريحا قليلا جين هل ستتحسن حالتي؟ حسنا لقد أعدني أبي بالتواصل لعلاج وهو لم يخذلني من قبل أبي أيضا لم يخذلني من قبل سنكونوا جميعا بخير بلا شك أوامر الطبيب أن ترتاحي أمرك أرجوك لا تخذون يا أبي يمكن التواصل إلى علاج لكن أحتاج إلى هذه المكونات سأبحث عنها انتظر أعرف الغابة أكثر منك طرزان حياة ابنتي في خطر سنذهب سويا ترجمة نانسي قنقر كم تبقى؟ اثنان رائع ما التالي؟ عصارة شجرة الدرامبا هذا أمر سهل ليس سهل لماذا تقول هذا؟ لأن هذه الشجرة تخص بوته اجمع العصارة سأتولى أمر بوتو محمتي أسهل من محمتك ترجمة نانسي قنقر هل أنهيت؟ في الواقع بدأت الآن إلى متى يمكنك صد هذا الوحش؟ الوقت الذي نحتاج إليه لقد أنهيت لقد تمازيت عندما جذبت ذيلا هذا هو المكاون الأخير نعم أظهر في مكان ما هنا أقصد كانت هنا هل هذه الزهور تموه هنا فقط؟ هذا صحيح ما الذي فعلته؟ أردت أن تفعل الخير من أجل ابنتك لكنك ارتكبت خطأا خطأا فاتحا النبات المشع نعم عشب المستنقع عصارة شجرة الدورنبا و... ماذا عن ال... أهلا يا أبي كيف حالك يا أبي؟ ليس جيدا هل قرأت لي قصة؟ نعم بكل سرور يحكى أن في مملكة بعيدة ماذا؟ من أين جئت بهذه الزهرة؟ من الغابة أنا سيت يا إلهي إنها الزهرة التي نحتاج إليها سأعد العلاج في أسرع وقت ممكن ما سبب سعادة الجميع اليوم يا أبي؟ كل شيء التالي استعد يا فتى التالي إنني يا سيد ماركم أشعر بتحسن تام يسعدني سماع هذا رائع أمسيتك أقول لك ماركم ورجاله سيعودون إلى قطع الأشجار كما حذرتك من قبل إهداء يا توكا هذا ما يحدث عندما تسر على أن تفعل الصواب وتكون طيبة توكا عليك أن تعد التفكير يا فتى عليك أن تنسى هذه الشخصية وتعود إلى شخصية ملك الغابة العنيف توكا أحرزوا على أن تغطوا هذه المنطقة هيا يا رفاق الوقت يسرقنا كيف يقطعون الأشجار؟ لا يقطعونها إنهم يزرعون والآن هيا ازرعها على عمق في الأرض هل يحتاج أحد للماء؟ هكذا بعد أشهر سيمتلئ هذا الحقل بزوري الجميلة ما رأيك يا أبي؟ لمسا دورك؟ أنا؟ ليس دوري لم أكثر في هذه اللعبة منذ أن كنت في العشرة انتظري لا أعرف كيف أشكرك ماذا ستفعل الآن؟ لا أعرف سأفكر في مشروع أقل تدميراً أكره أن أفكر فيما كان يمكن أن يضيع بسببي على الأقل لم تفقد ابنتك سأمسكه إخضرني أريد أتحن عبام حكومة امتحني دوري لا فرصة موسيقى موسيقى